عامر شفيع حارس المرمى الأردني الأسطوري عامر شفيع أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ كرة القدم الأردنية والعربية ولد في 14 فبراير 1988 وقد أصبح رمزا للتفاني والموهبة في مجال حراسة المرمى عبر مسيرته الطويلة أثبت شفيع جدارته وقدرته على الوقوف بثبات في أصعب اللحظات مما جعله يحظى باحترام وحب الجماهير والنقاد على حد سواء بدأ عامر شفيع مسيرته الكروية مع نادي اليارموك في الأردن حيث أظهر منذ البداية موهبة استثنائية في حماية الشباك انتقل بعد ذلك إلى نادي شباب الأردن حيث تألق بشكل لافت وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات في عام 2007 انتقل شفيع إلى نادي الوحدات أحد أكبر الأندية في الأردن وهناك أصبح أسطورة حقيقية بفضل مهاراته القيادية وردود فعله السريعة قاد الوحدات لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية كما خاض تجارب احترافية في أندية خارج الأردن منها نادي الإسماعيلي المصري على المستوى الدولي كان عامر شفيع الركيزة الأساسية لمنتخب الأردن لسنوات عديدة شارك في العديد من البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم ولعب دورا حاسما في تأهل المنتخب الأردني لملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 قدم أداء بطوليا في تلك الفترة مما جعل اسمه يتردد على ألسنة المشجعين والنقاد في كل مكان يمتاز شفيع بأسلوب لعب يتميز بالجرأة والإصرار يعرف بقدرته على التصدي للكرات الصعبة وقراءة تحركات المهاجمين بمهارة شخصيته القيادية كانت دائما حاضرة على أرض الملعب مما جعله قائدا حقيقيا سواء في ناديه أو في المنتخب يعتبر عامر شفيعا من اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة في كرة القدم الأردنية بفضل مسيرته الحافلة بالإنجازات أصبح قدوة للكثير من الشباب الطموح في الأردن اعتزاله لم يكن نهاية لعلاقته بكرة القدم بل استمر في تقديم خبرته ونصائحه للأجيال القادمة سواء من خلال التدريب أو الإعلام الرياضي وبعد هذه المسيرة الحافلة وتيستحق من التكريم سواء من الجمهور أو الاتحاد عامر شفيع ليس مجرد حارس مرمى بل هو أسطورة رياضية وأيقونة كروية في الأردن والعالم العربي إرثه سيبقى خالدا في ذاكرة محب كرة القدم ترجمة نانسي قنقش ترجمة نانسي قنقر